امبارح المنتخب المصري اتعادل قدام نظيره الجزائري في ختام المعسكر الودي في الامارات في واحدة من مباريات المنتخب المميزة منذ قدوم فيتوريا لتدريب الفرعنة وده شفناه وتبعناه على مدار اليومين اللي فاتوا سواء كان يوم الخميس او امبارح ده من امكن شفنا مباراة اعتقد الكل من الجمهور خارج مرضي الى حد ما لان شايف اداء المنتخب كان مختلف ورغم لو كان مطروض منه واحد لكن كنا بنلعب حتى اخر وقت اه في فرص ضيعناها في فرص ضيعناها لكن خلونا نتكلم بتفاصيل اكتر وانا بحب بدي العيش لخبازه لو هنتكلم عن تحليل ما حدث بالامس يبقى يعني لا يفتى واضفنا الكريم الاستاذ يعني طارق رمضان الناقد الرياضي ضيف عزيز عندنا في الستوديو صباح الخير ياستاذ صباح الخير ياستاذ احمد صباح الخير من اوار ياستاذ يعني شفت زي المماراة بالامس ولو هنتكلم يمكن الناس كانت مبسوطة لانها كانت بتقارن عما حدث في مباراة زنبيا فشايفة ان في اداء مختلف الى حد ما كبير رغم ان في فرص ضيع قصة معسكر الامارات المكاسب بتاعت يعني احنا كسبنا منه كتير جدا اولا طبعا تواجه الجمهور في المبارايتين مباراة صحيح الجمهور الجزائر كان اكتر مننا لكن عندنا جمهور متواجد عندنا مطشين مهمين مختلفين تماما في المدارس مباراة زنبيا لعبناها بشكل مباراة الجزائر لعبناها بشكل في مباراة زنبيا طبعا هم فرضوا عليك الاسلوب بتاعهم بمعنى ان انت مسيطر وهم بيدفعوا بيلعب على هجمة مرتدة النتيجة اللي انت برضو ضيعت فرص يعني ده في مباراة زنبيا والنتيجة خلصت في اخر ديها واحد صفر حمدي فاتحي هو اللي جابه الجند زي برضو مباراة الجزائر الجزائر طبيعة مختلفة تماما يمكن فيتوريا في مطش زنبيا لعب بتاكتك الطبيع بتاعه صحيح كان بطلع النيني تحت رأس الحربة وبيلعب بطرق حمد وحمدي فاتحي ارتكاز انبارا عدن شوية في التشكيل في البداية خرج طرق حمد ولعب النيني في مكانه خط نص ارتكاز جنب حمدي فاتحي ونزل زيزه على اساس انه هو مدخل محمد صلاح في النص على اساس انه يلعب برضو بنفس الطريقة بتاعته اربعة اتنين تلاتة واحد لكن مع بعض التغيرات شوية انه هو خلى مصطفى محمد اللي هو المهاجم ينزل تحت ويتبادل مع محمد صلاح في حين انت فرضت اسلوبك على الجزائر الجزائر ما بتلعبش لعب مقفول زي زنبيا صحيح ان احنا عندنا مشكلة جمدة جدا مع الفرق اللي هي بتقفل وتلعب على هجمات مرتدة الجزائر ما بتقفلش وانما بتلعب ماتش مفتوح بتسيطر وبتهاجم وبتروح عندها مشكلة ان هي بتحاول دايما تخترق من سواء من الاطراف او من العمق يعني ما بتستخدمش مثلا التزديدات من بعيد ما بتستخدمش الطرق تانية لا هي دايما عايزة تروح سواء عن طريق الاجنحة او من القلب انت انبارح اتعملت مع المباراة بطريقة تانية في ناحية التخطيط لكن النتيجة اللي احنا بنطلع منها من المبارايتين ان انت عندك فرص كتيرة بتضيع منك عندك الطرق الدفاعية بتاعتك ومحتاج اعادة نظر شوية دور محمد صلاح ما بيبقى فايق وبيتعدد الادوار بتاعته صحيح انبارح كان بيسيطر عقورة كتير ما بيلعبش من لامسة واحدة مستغلا طبعا انت نقص منك لاعب في الديها 37 لكن لابد ان انت بتبص على الجهات التانية فرص ضايعة من انفراضات يعني انت فرص سهلة جدا بالنسبة لك تقدر تخلص بقى ماتش مهمة زي ماتش الجزائر اتنين بيحصل نوع من الارتداد عليك وضغط متواصل زي ما شفنا في اخر لحظات انت عندك حارس كبير جدا اللي هو محمد الشيناوي شال اكتر من الكرة لكن ما بتلعب على هجمة مرتدة لابد ان انت تخلص المباراة اه فيه دروس مستفادة كتير لكن احنا طبعا عندنا مشاكل في انهاء الهجمة مشاكل في ضياء الفرص احنا بنقدر بنخلق فرص كويسة جدا للتهديف وبنستغليهاش لكن برضو بتظهر لك لعيبة مميزة لسه محتفظة بتاريخها زي تريزي جيت تريزي جيت اخطر لعب سواء في ماتش زنبي او ماتش الجزائر متفوق كتير جدا على عمر مرموش فبالتالي عندنا مكاسب الماتشين طلعوها لنا لكن الاداء امبارح خاصة ما يبقى ناقص عندك لعب فتقدر تغير داخل الملعب الحقيقة الراجل امبارح غير داخل الملعب بالسرعة جديدة جدا سحب زيزو اه لانه هو مش هيلعب اربعة تلاتة تلاتة رغم انه كان بيلعبه فعلا على ارض الواقع لانه كان بينزم مصطفى محمد البعض كان بيطالب ان مصطفى محمد يطلع مكان زيزو لكن مصطفى محمد ليه دور تاني خالص مش في بدور انه بيضغط على الدفاع بياخره شوية ما بيزيدوش بطريقة كتير عليك فبيقلل الضغط عليك شوية فديت بعض الحاجات اللي هو كان دايما حاطت عينه عليها لكن جمال بالماضي يفضل مصمم على طريقته اللي هو بيشتغل عليها وواضح ان فيتوريا شاف ماتش الراس الاخضر وجزايا اللي تفوقت عليه خمسة على الراس الاخضر خمسة واحد على اساس انه بدأ يقفل الجناحين كمان طبعا محمد هاني وكمان منزول محمد حمدي يعني هو عمل تلات جبهات مبارح جابت محمد حمدي مع تلزجي جابت محمد هاني مع زيزو مكان موجود وفي النص حرك محمد صلاح في اكتر من المكان لكن في النهاية في استفادات كتيرة جدا المنتخب استفاد بها مبارح من الماضيين الناس مبارح وهي بتتفرقت مبسوط مش عارفة بقى فيتوريا قرى الملعب صح اتعامل ازاي خصوصا بعد الطرد يعني احنا كنا نقصين واحد برغم من كده الاداء كان كويس قوي المنتخب بعد الطرد كمان ابتدى منه كان مكتوم ومضغوط للهجوم الموضوع تم اعادة صياخته وكأن كان الطرد يعني بعدها حصل المنتخب انتعش القدرات اللاعبين اللي موجودين في قلب الملعب تديكي طريقة اللي هو بدأ يغيرها انا عندي لعبة بتقدر تلعب من اكتر مكان هو كل اللي عمله سحب زيزو خلاص انا مش محتاجه في الفترة دي انا محتاج مدافع نزل همر كمال عبد الواحد عشان يقوم بالدورين عمر كمال عب واحد لعب بيجيد اللاعب في اكتر مكان فيقوم بدور المدافع مكان محمد هاني لانه بيلعب وفي نفس الوقت هو اللي بيزيد مكان زيزو فبالتالي التغيير البسيط ده ورجع لطريقته العادية اللي هي ايه اللاعب على هجمة مرتدة اللي انا بستغل فيها صراعات محمد صلاح وصراعات ريسجي من ناحية التانية ووجود مصطفى محمد اللي هو بيسند للاتنين فبالتالي قدر ان هو ما يتحسيش ان اللعيبة نقصت لكن الضغط عليك كان كتير جدا بعد خروج محمد هاني صحيح ما راحوش بفرصة يعني نقدر نقول عليهم فراض واضح بمحمد الشناوي وهو معتمد كمان على وجود خط ادفاع مميز يعني الاتنين الارتكاز والمدافع اللي نزل مع وجود حرس مرما ده بيقل خطورة الهجوم عليك لكن بالطبع الجزائرين ضغطين طول المباراة بعد خروج هاني كمان كان فيه توفيق قتير جدا في قطع الكورة وإيقاف رياض محرز فبالتالي هو استخدم غير الطريقة بدل ما كان ضاغط على الجزائر وبيحاول يستغل الضغط على المدافعين بدأ يرجع تاني لطريقته اللي هو ايه خلاص بلوم الاستحواز ليهم زي ما هما مسيطرين ويلعب على هجمات المرتدة اللي هي بتستغل بقى فيها فرص والمساحات صحيح هو ما استغلش المساحات اللي كانت موجودة في خط ادفاع الجزائر كتير جدا يعني انت هتلاحظ كل المساحات اللي كان بينطلق فيها تريزيجي مع محمد صلاح المساحات دي كان مفترض ان هو يستغلها اكتر احراز اهداف لان هم فاتحين للك الملعب مش مقفلين المساحات مش مضايقين عليك المساحات في مساحة لمحمد صلاح وفي مساحة التريزيجي يقدر ينطلق منها ويقدر يشكل خطورة لكن النقص العددي طبيعي حرمه من زيزي هو بيزيد مع مصطفى محمد فبالتالي مصطفى محمد برضو ما عندهش السرعات الكتير اللي هو يقدر يعمل زيادة اكتر من اللعبة التانية لكن الفرص اللي اتيحت لي بعد حالة الطرد كانت ممكن تحسم المباراة بالنسبة لك هو الراجل مش بصص للفوز او التعادل اللي هو بصص للدروس المستفادة اللي هو ياخده اما ينقص مني واحد اعمل ايه طيب اسيب الاستحواز ولا ابدأ اهاجم اتنين ما زال هو عنده المشكلة اللي احنا بنعاني منها بقالنا كتير الكرة العرضية اللي بتجيلك في اخر لحظة بتفقد فيها التركيز بالنسبة للمدفعين انا شفناها واضحة وصريحة مبارك دي من ايام كابتن الجهري العرضيات عندنا مشكلة في التمركز بتاعنا في الخطوط الدفاع بتاعة الكلام مع حارس المرمى كل ده بيخلي العرضيات عندنا فيها مشكلة اتنين الفرص السهلة اللي بتجيلك وبالضاعية مصطفى محمد مضيع فرصة مصطفى محمد صراح مضيع فرصة تيريزي جيي مضيع اكتر من فرصة لكن في التعامل في الناحية الشمالormale التعامل بين تيريزي جي ومرموش لا تيريزي جيه افضل هو مرموش بس دايما ايه بيجري اه سريع اه لكن مش منتج ذات تيريزي جيه تيريزي جيه عنده نفس السرعات عنده نفس التسليم والتسلق وعنده نفس الضحور بس الفرق ما بين تريزيجيب هي بس ضيع مرموش هدف كان مؤكد لو تريزيجيب كان جابه بالزبط هو تريزيجيب عنده رؤية أكتر من مرموش يعني بيرفع عينه وبيبص على حرص المرمى فين في الكور اللي زي كده وبيعرف كويس قوي يختار الزاوية اللي هي قدر يحط الكرة دي وعملها أكتر من مر لكن مرموش مستعجل سيطرة على الكرة آه بيروح مهاري آه لكن في التزديدات أو التفكير بتختلف بينه ما بين تريزيجيب تريزيجيب منتج في الجهة دي أكتر منه ضغط كمان مرموش ما بيعملش الضغط زي تريزيجيب أو المنافسة القوية قوي فبالتالي تريزيجيب في النقطة دي الكرة دي لو كانت تريزيجيب الكرة دي جول جال محمد صلاح ادقل تريزيجيب أكتر من ماتش وأحراز منها جوان فبالتالي مرموش بس عنده مشكلة في التصرع مشكلة في اتخاذ القرار مشكلة كمان في السبات داخل الملعب يعني مرموش عنده حركة واحدة أو كرة واحدة بيعملها ما بتتغيرش يستلم ويخش الجوة ويشوت تريزيجيب يغير طريقته أكتر من مرة حسب المجراب بتاعته وبعدين تريزيجيب يلعب مع زملاءه أكتر يعني لو لقى حد تاني حتى في الفنتات أو اللي هو يسيبه الكرة أو الكرة يتعدي منه بيبقى عارف إن الزميله موجود هتروح له عنده كنترول أكتر أو بيعرف يلم الموضوع أصحي بالضبط ويمكن احتفاظ تريزيجيب ومستقل اللي باقي تريزيجيب راجع من إصابة لكن ظهوره بهذا الشكل المميز بيخليه أفضل من مرموش كتير جدا في الجهة ديت عشان كده هو الرجل كمان أنا عم تسأل على الحقيقة هو نقدر نقول إن فيتوريا استقرر خلاص على الشكل العام للفريق بالضبط بيعتمد على القادمين من الخلفة أكتر آه طبعا هو لا كمان دي قوة ضربة بتاعتك يعني المجموعة للعبة مبارح دي القوة اللي هتبدأ تشتغل فيها في طولة أفريق المطش بتاع الجزائر الجزائر بكل نجومها وانت بكل نجومك فدي المجموعة الأفضل الأقوى اللي هتلعب بها بطولة أفريقيا ما عادة بقى الإصابات ما عادة إن ممكن تظهر حالات تانية لكن إحنا بنتكلم إن دي أفضل حاجة عندك هتشارك فيها بطولة أفريقيا مشكلتك الوحيدة اللي انت بتقابلها ضيع الفرص اتنين ما تقابل فرق بتقفل وبتلعب على هجمة مرتدة دي بتعملك مشاكل كتيرة جدا أنت تلاحظ إحنا فوزنا على زنبيا بهدف آخر ديها وانبارح إحنا متقدمين وتعادلنا جزائر تعادلت بهدف فبالتالي أنت عندك مشاكل لابد أن أنت تعالجها والمشاكل دي هي الموجودة في الدور المصري يعني أنا بتكلم على فيتوريا لو متابع جيد جدا للدور المصري هيلاقي نفس الشكل اللي هو لعب فيه مع زنبيا يعني مع زنبيا عندنا أكثر من خمس سرق بتلعب تأفيل وهجمة مرتدة فهو لو بص عليها كويس جدا هيقدر يلاقي حلول واحد من مميزات فيتوريا أنه بيعيد تشكيل اللي قدامه وبيعيد تشكيل خطته بما يتوافق مع الملعب وده اللي انت عشنا نشوفه الفترة الجاية كل شكرا لك أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي شكرا جزيلا على الحمد شكرا لك أستاذ شكرا لك أستاذ